من فترة قريبة نزلت صور وفيديوهات لفرح واحدة من الالفلونزر بس بقى معلموا عينك ما تشوف إلا النور البنات كلها بقى هيحوح وهو في كده ونفسنا وياه ولو فرحك مش كده بلاش فرح ولو مش هيعملك اللي عمله فلاني الفلاني اللي تجوزها ما تتجوزيهوش وكلام من ده وبصفتي محب إن أنا أبوز الحوارات دي كلها فأنا جاي أبوز لكم وساعدتكم بالحوار ده كله وأقول لكم إن كل اللي حضراتكم شفتوه في الصور وفيديوهات هو بكل بساطة حرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي أهلا بكم ودعونا قبل ما نكمل الفيديو نترك الشخصانة جانبا عشان محدش من فريق محبي فلان أو فلانة يجي يقول لي وانت قصدك فلانة وانتو تعرف هي كويسة أو وحشة مش ممكن عند ربنا تبقى أحسن منك مش ماء الكلام الجميل ده كله فنقول يا جماعة فكونا تماما من الشخصانة وتعالوا نتكلم على فكرة إقامة الأفراح بالشكل ده أصلا من أول حاجات المشاهدة وفعلا للأسف ومليون للأسف حاجة يعني مش بس لا ترضي الله هي حاجة ما فيهاش احترام لبيوت الله سبحانه وتعالى فكرة إقامة كذب الكتاب جوه المسجد مع وجود ملابس البناب بالشكل ده والهزار اللي ما بين الولاد والبناب بالشكل ده بل تطور الأمر ومشاء الله ومشاء الله ومشاء الله بتبقى جوه المسجد سبعة كنتها بتقول لي أمير ما تقفرش ما بتبقاش جوه المسجد دي قاعات ملحقة بالمسجد لا يا حمادة ده المسجد يا حبيبي كل دي كده الأرض دي كلها المسجد وخدوا بالكم الموضوع خطير جدا لإنه الحاجة الحرام بتبقى أقوى في الجرم وأشد لما بتبقى في مكان فاضل أو في زمن فاضل فلو كان التكشف بالشكل ده حرام في العادي فهو في المسجد أكثر حرام فإن احترم مساجد ربنا سبحانه وتعالى ينسبها في حالها ينام الكتب كتاب محترم يرضي ربنا سبحانه وتعالى وأهلا وسهلا بالناس وحضرهم ولكن من غير كل اللي بيحصل ده بناته لبساها يحترم بيت ربنا سبحانه وتعالى مفيش لأصوات موسيقى ولا رأس ولا حاجات لا تليق ببيت ربنا سبحانه وتعالى نفرح وانزقطت وانبسط بما يرضي الله ولازم حرام يا أخي منه لله اللي علمنا ان الانبساط لا تجيش إلا بالحرام يا أخي ما سيبوا بيت ربنا في حاله وعملوا في أي مكان تاني وعرفوا برضو انه هو في المكان التاني بهذا الشكل لسه برضو انبساط حرام لا يرضي الله سبحانه وتعالى خلصنا كد الكتاب وعلنا الجواب يلا بينا بقى على الفرح دخلنا بقى قاعة الفرح وألف ألف مبروك للعروسيين ويلا بقى كل أصحاب العريس وكل أصحاب العروسي يجوا عندنا على البست هنا عشان نعملهم أجمل رأس و برضو هنا وقعنا في الشيطان ضحك علينا بأنه هو ده الانبساط يا جماعة يلا بينا نقلع هدومنا يلا بينا نرقص يلا بينا نعك هي دي ليلة العمر ولا بلاش فنبدأ حياتنا الجديدة اللي احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا فيها ويملاها بركة وسعادة وهدى ورضى وكل الحاجات الجميلة دي بأننا نعصي ربنا سبحانه وتعالى بنعمته اللي هي الزواج الأصل يا جماعة في الأفراح التي ترضي الله سبحانه وتعالى إنه إما الستات اللي واحدهم والرجالة اللي واحدهم ساعتها بقى البنات تلبس زي ما هي عايزة بعد ما تخش القاعة اللي كلها بنات في بنات مش قبل ما تخش القاعة يهزروا ويدحكوا ويلعبوا ويرقصوا ويعملوا اللي نفسهم فيه والرجالة مع رجالة مش شايفين الستات ويأخدين راحتهم هزار وضحكوا ولعبوا وإنبساطوا وألف مبروح أما لو اجتمعوا في القاعة واحدة وده برضو اللي انا هقوله دوقتي ده مستحيل يحصل وما ينفعش لإنها هتبقى قاعدة مليهاش لازمة يبقى العروسة لازم تكون محافظة على حجابها الشرعي بشكل كامل والحاضرات لازم يحافظوا على كده والحاضرين يحافظوا على غض البصر والاحترام هتقولوا لي فين بقى الهزار والضحكة وبتاع خلاص عايزين دولوا وحدهم ودولوا وحدهم وربنا يسعبكم محبك ها أنت يا متشدد يا متزمت يا متأخر دي ليلة العمر ويعني مكادش بقى على الليلة دي وكم من مصايب بتحصل تحت الكلمة محجابة تقلع حجابة عشان دي ليلة العمر عريس راجل ذكر كامل الأهلية المفروض يبقى أغيور وعنده غير على اللي هتبقى أهل بيته أو بقت أهل بيته خلاص لماذا عندهش بقوش كلا انها النهاردة لابس عريان وقفة ترقص فوصة سبعمائة راجل قاعدين يتفرجوا ويسقبوا هي فعلا ليلة العمر لكي احنا عايزين في ليلة العمر نرضي رب العمر كله نقول له يا رب احنا استعنا بك وعملنا اللي يرضيك في سعدنا بقى وكرمنا وزيدنا تعالوا نتخيل لحظات ان ليلة العمر دي بقت آخر ليلة ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها ولا مش هيحاسبنا لو ما تبناش منها هيقول لنا سبحانه وتعالى ها خلاص ليلة العمر فعلا ولا هيحاسبنا عليها لان احنا مسؤولين عن كل أفعالنا كل ليلة ومرة تانية قبل تعليقات اياها اللي ملهاش لازمة انه اصدق ان احنا نكتائب ونزعل وندايق انا ما قلتش كده هاتو اخر بار السعادة وعملوا اللي نفسكو فيه كله ولكن بنات لوحدها الجالة لوحدها نتبسط ونسعب وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويسعدنا باذن الله والطل بقى بلابيض هو ويطل بقى بلاسود اما يعني بنلبس بيدل سودة في الفرح يا جماعة وربنا باذن الله يجعل حياتكم اسعد حياة وانا تبنى السعادة لكل عروسين وإلى هنا يا السيدات والسادة يا انتال فيديو بتاعنا النهار قبل ما تمشي لا تنساش تعمل لايك الفيديو لايك لصفحة الفيسبوك سبسكريب على يوتيوب وفالوه على الانستجرام شير في الخير وانا عارف ان انا وانت هنتهاجم شوية في الفيديو ده هنتهاجم ولا مش هنتهاجم لا باذن الله مش هنتهاجم لان انا وانت تكلمنا بطاعة الله عز وجل فشيره وما تخافش والدار على الخير كفاعلة اما لو حابين تدعموني على فيترون انك تدعموني على الفيسبوك اقول كومنت على اليوتيوب في ديسكريبشن على اليوتيوب بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا هاشتاج السعادة السابعة وتقاليك كل الفيديوهات وكان معكم امير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته